مرحبا شباب، في اليوم راح يكون لي جهاز أبهرني أبهرني بتطوره، دعونا نستكشفه أوكي، هذا هو تيك نو كامون 20 بريمير 5G جديد كلية مثل ما يقولون بإعلانات السيارات هذا جهاز فعلا جديد كليا، هو مختلف عن أي شيء جربته من هذه الشركة هو أفضل من أي شيء جربته من تيك نو من تصميمه إلى مواد تصنيع، الكاميرات اللي بيعتاد مبهر، ذاكرة 512، المعالج جديد أو حتى النظام والواجهة الجديدة المليانة بكل مكان وحتى محتوى الكارتون هذه المرة تغيرت على ما راجع أجهزة تيك نو أقول إنه كل شيء مدود داخل الكارتون فعليا كل الأشياء اللي تحتاجها موجودة داخل الكارتون لكن جودة هذه الملحقات هنا أفضل كمثال هذا الكفر، من اللي هو أفضل كفر ملحق مع الجهاز على الأقل بهذا الفئة السعرية الهيدفونات أيضاً اتغيرت هنا الهيدفونات مع عمل في USB-C بدل 3.5 اللي هو موجود أساساً مع هذا الجهاز وشاحن 45 واط وهذا الشاحن راح يوصل بطارية 5000 ملي أمبير إلى 63% خلال أول 30 دقيقة وإلى 100% خلال 65 دقيقة جيد، وأداء البطارية أيضاً جيد الآن التصميم جداً جداً فخم برأيي ظهر من الجلد مع مساحة الكاميرا اللي من السيراميك ولمسة اللون الذهبي على إطار الكاميرات وعلى حد علمي هذا أول جهاز ممكن من تكنو بـ IP rating رسمي IP53 مو شيء عالي، لكن أعتقد هذا أول واحد وجهاز أيضاً متوفر بلون ثاني اللي هو الأزرق إطار الجهاز الماء يجذب البصمات بشكل عجيب ونفس الإطار عليها الستيرو سبيكر أخيراً سبيكر جيد أيضاً مسكة جهاز جيدة وزنة جيدة ضغطة الأزرار جيدة هذه الأشياء أهتم لها جداً أيضاً من اختلافات هذه السنة عن نسخة الكامير سابقاً أن البصمة صارت أسفل الشاشة بدل الجانب فهذا كان التصميم جميل واللي مكمل هذا الجمال هي الشاشة فخلينا نستكشفها وشاشة الكامير 20 بريمير 5G اسم جداً طويل هي أموليد ب120 هاز وبحواف صغيرة ومتناسقة حواف الشاشة جميلة فما رح نضيع هوي وقت مع الشاشة المواصفات مع شكل الشاشة اللي يشوفون الآن النتائج واضحة الآن النظام والأداء أنا دائماً كان لدي مشكلة مع عواجه التكنو أحب الميزات الحصرية اللي توفرها لكن بكل مراجعة تقريباً كان لدي مشكلة مع اللمس أو شي ثاني مع هذا الجهاز الواجهة متغيرة تماماً ولك إنه من نفس الشركة مشكلة اللمس اختفت الواجهة سالسة أنيميشن جميل أنيميشن بكل مكان القناة جديدة وممكن اللي يمحسن هذه التجربة أيضاً محرك الاهتزاز تكنو من الشركات اللي تهتم بمحركات الاهتزاز لكن هنا هذا شي موجود أو مثل ما ذكرت ببداية الفيديو الجديد كلياً الآن إعادة تصميم هذه الواجهة صار بطريقة جميلة وحتى عرض الميزات أو شرحها داخل الجهاز الآن أجمل أوضح وأفضل يشبه شوية سامسونج وأكيد كل الحركات اللي ذكرتها سابقاً بمراجعة سابقة لأجهزة تكنو راح تكون موجودة هنا من تسجيل مكالمات المبني مع الجهاز إلى تسجيل مكالمات الواساب وضع الألعاب وكل الحركات الثانية الموجودة بأي جهاز أندرويد فهذه كانت الواجهة جديدة أخيراً واجهة ثالثة يعتمد عليها بدون مشاكل أو ممكن كان هناك مشكلة وحيدة وغريبة أنه خلفية شاشة القفل تختفي أو تتحول للون الأسود لأي شيء غريب لكن هذا لاحظته مع جهازي الآن خلالنا ننتقل إلى الأداء مع المعالج جديد Dimensity 850 هذا معالج جديد وما كنت أعرف شنو أتوقع منه الآن راح نشوف مع 512 جيجابات ذاكرة و 8 جيجابات رام تكنو ما ذاكري النوع الذاكرة لكن من الاختبارات اللي أن سويتها هذه الذاكرة تلي UFS 3.1 واللي هو شيء مبهر كحجم وكنوع ما أتوقع إجهة الثانية يقدم هذا الحجم من الذاكرة بهذا السعر واللي هو بالمناسبة 379 دولار لكن من نفس الوقت تمنيت أنه أشوف خيار بذاكرة أقل بسعر أرخص وحسب الوقت والمكان اللي راح تشتري منه هذا الجهاز موجود هدايا اللي هي ساعة من تكنو وأيضا سماعات الآن شنو أداء كل هذا العتاد وبمنه يتقارن بالأرقام وعلى برنامج Geekbench نتائج جدا جيدة لسعره هو أعلى من سناب دراجون 778 سناب دراجون 778 بلاس سناب دراجون 7 جين 1 لكن أقل من سناب دراجون 7 بلاس جين 2 ونفس الأرقام أيضا واضحة مع برنامج الانتوتو بنشمارك معالج قوي من ناحية الجي بيو والسي بيو خاصة جي بيو مقارنة ببقية معاجعة ذكرتها سابقا فهذا كانت الأرقام شو راح تكون التجربة والاستخدام مع النظام سالسة مع الألعاب أيضا سالسة بأداء عالي بدون أي فرايم درو فعلى لعبة مثل بوب جي لداء كان مثالي بدون أي مشاكل تقدر تأخذ أعلى الإعدادات أو 60 فرايم وبأداء جدا ثابت العاب ثاني راح توفر لخير 90 فرايم وأيضا بأداء ثابت ومستقر ومن ناحية الحرارة تقريبا ما كانت موجودة مع النسخة اللي عندي فهذا كان المعالج الجديد وأداءه الآن ننتقل إلى الكاميرات واللي هي من أكثر الأشياء اللي مركزين عليها تيكنو بهذا الجهاز واللي صاحبها أكبر تطور ففي الخلف لدينا الكاميرا أساسية 50 ميجابيكسل مع مثبت بصري تكونوا يسمونه Sensor Shift سامح بهذا الاسم من قبل وكاميرا بزاوية واسعة 108 ميجابيكسل أيضا ليزر للأوتوفوكس وفلاش حلقها بنفس مكان عدسة 2 ميجابيكسل للبعد والعزل فهذه هي أهم العدسات فشنو راح يكون أداءها وخلوني نبدأ مع الكاميرا بزاوية واسعة لكانت أفضل كاميرا بزاوية واسعة جربها على أي جهاز لهذه الفئة الآن هذا اللقب مو جدا صعب تكسبه لما كل الأجهزة عادة أجهزة الفلاكشب تستخدم نفس المستشعر 8 ميجابيكسل سنة بعد سنة هنا عدنا 180 ميجابيكسل الـ HM6 من سامسونج نعتقد واللي هو مستشعر كاميرا أساسية لهواي أجهزة وبالغالب النتائج من الكاميرا أساسية والكاميرا بزاوية واسعة متشابهة بالجودة والألوان واللي هو أيضا شي نادر على هذه الأجهزة عادة بعض المرات لما يقرر جهاز أن يخفض إضاءة المشهد بشكل غريب ونفس الموضوع شفتها مع كاميرا أساسية واللي بالمجمل الصور منها كانت جيدة بتفاصيل جيدة ألوان جيدة وهذه أفضل النتائج شفتها من أي جهاز من تيكنا خاصة الألوان أنا جربت هواي منهم هذا الأفضل لكن أيضا بعض المرات النتائج من التقاط الصورة المباشرة ما تكون المثالية فهذا مثال أنه صورة مباشرة وصورة تنقر على الشاشة أو بهذه الحالة على العربة وبعدها التقاط الصورة كأنه بأوقات مختلفة فعليا والصور بإضاءة منخفضة ومع الوضع الليلي أيضا كانت جيدة بلعن كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل مع فلاش ورأيي بها بالمختصر أنه هذه أول مرة تكنوا يضبطون إعدادات الكاميرا وخاصة لون البشرة بشكل صحيح ما يخليني أشتكي من لون البشرة إلى توازن لون الأبيض وكل شيء بالمشهد كان لونها صحيح ما عندي أي مشكلة إليها عادة ممكن أن تحتاج وقت معالجة الصور أسرع أثناء معالجة الصور أو أثناء التقاط الصورة تطبيق الكاميرا تقريبا راح يتوقف فلو أخذ الصورة وحاولت تتنقل مثلا إلى الكاميرا بزرعة وزرعة وتتنقل إلى وضع كاميرا ثاني راح أشوف أن الكاميرا متوقفة لثانية أو ثانيتين إلا أن تكتمل معالجة الصورة الآن صور البورترا عجبتني من الكاميرتين الأمامية واللي بالخلف ألوان جميلة بعض المرات تغلط بالعزل شوية مثل هذه لكن بشكل عام جيدة وتعمل مع الحيوانات أيضا فإذا كانت الكاميرات جيدة وممكن تكون أفضل من ناحية ثبات النتاج أن الصورة تكون بنفس المستوى بكل مرة وممكن أكثر شيء أبهرني بهذه الكاميرات أن توقعات صراحة ما كانت عالية أساسا توقعت أن الألوان تكون سيئة وأشياء ثانية خصوصة لون البشرة لكن هذه الأشياء انحلت إلى الآن العتاد الخاص بالكاميرا أفضل من النتاج الخاصة بالكاميرا أو أفضل من الصور وأن الجهاز بهذا السعر نتاج الكاميرات المفروض تكون أفضل لأن بعض الصور نقول عليها واو صور ثانية تقول شنو هذا لكن بنفس الوقت هذه أفضل كاميرات جراوتها من تيكنو شي محير شوية فهذا التكنو كامير 20 بريمير 5G تطور ممتاز ورهيب جيل عن جيل ومختلف للأفضل بكل شي فعليا لكن هذه اللاكن المشهورة أكون نسخة ثانية من هذا الجهاز اسمها التكنو كامير 20 برو 5G هي بنفس المعالجة القوي بنفس التصميم الجميل برأيه شاشة أيضا آموليد 120 هارس بحواف صغيرة نفس الستوريو سبيكر وهم تقريبا نفس الجهاز باختلاف الكاميرات اللي بالخلف شاحن 33 واط بدل 45 واط وذاكرة 250 جيكا بايت بدل 512 وبسعر أرخص بـ 110 دولار فنسخة البرو 5G بـ 269 ونسخة البريمير بـ 379 ففرق السعر ضخم والفرق الأكبر ممكن رح يكون هو حجم الذاكرة اللي ما أتوقع تكون يحتاج حجم ذاكرة بهذا المستوى وأيضا الكاميرات اللي بالخلف فذكرت مراجعة للتكنو كومير 20 بريمير 5G أتمنى أن أعجب فيديو إذا أعجب أخلينا لاعك اشترك بالقناة ونشترك شكرا على المشاهدة ونشوفكم بفيديو قدم إن شاء الله